صباح الخير على حضراتكم صباح الخير على كل مصر وعلى كل المصريين في كل مكان النهاردة الثلاث حداشر نارس 2014 فاضل عشر تيام على عيد الأم مقدما كل سنة وكل أمهات العالم كلهم طيبين كله يبتدي بقى يحضر نفسه عشان هدايا عيد الأم صباح الخير يا فاتي صباح الخير يا روني صباح الخير على كل مشاهدين هاي اللايف وشابكتان تيام في كل حتة في الدنيا حلقة منتصف الأسبوع من نهارك سعيد ويا ربي بيوم سعيد على الجميع ولو أنه حصل حادث أليم في قريق السويس والبقاء لله في كل شهدائنا وكل قتلانا لأنه صعب جدا يعني تعبنا من الموت والعزى ربنا يصبر قلب الناس اللي ماتت هيكون هنا حلقة متنوعة جدا هاتي ديها كالعادة بالصحفة يكون مشرفنا الكاتب الصحفي أكرم ألفي نتكلم معاه في أهم الأخبار خصوصا مع حراك الحكومة الكبير وأنه الدولة التالية فعلا تتحرك ونحس بدا هيكون كمان عندنا فقرة اجتماعية مع دكتور هالة منصور وهي أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنا هنتكلم معها عن الحب المرضي وهيكون كمان عندنا فقرة أعتقد أنها هتكون شيقة لكل متابعيننا وهي فقرة عن الأبراج الأبراج وهيكون معنا خبيرة الأبراج والكاتبة عبير فؤاد هتكلمنا عن كتاب رسائل الكواكب لعام 2014 وعن موضوع الساعة قانون الانتخابات الرئاسية هنتكلم عن القانون وليه فيه اعتراضات على تحصين قرارات اللجنة الولادة للانتخابات هيكون مشرفنا المحامي بالنقد أستاذ طريقي نجدنا نتكلم معه بالتفصيل عن أهم بنود القانون اللي بيشغل عقل الرأي العام المصري هيكون كمان عندنا فقرة عن المناضل والكاتب الصحفي الكبير الراحل عن دنيانا المناضل دكتور عزازي علي عزازي هنتكلم عن مشواره وعن تاريخه وعن كتابته وعن أسلوبه وعن نضاله وعن كلام كتير جدا بيخصوا مع ضفنا الكريم الأستاذ أحمد عاطف الكاتب الصحفي بجريدة الوطن بعد الفاصل تابعوا أخبار الصحافة وصحافة اليوم مع فادي بعد الفاصل